موسيقى أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباح في بعض المشاعر احنا صرنا يعني قليل نطبقها في حياتنا اليومية والمشاعر هذه تكون جميلة رائعة ودالا نركز على المشاعر السلبية الشعور اللي بتكلم عننا اليوم هو شعور الحب وهل نحن نطبق الحب في حياتنا اليومية يمكن تعتقدون ان هذه الحلقة رومانسية شوية بس لا هي مو القرض منها رومانسية هي الغرض منها نشر مشاعر الحب بين أفراد الناس سواء الأسرة أو الأصدقاء أو الأزواج أي كان نوع هذه العلاقة مو بس حب مع الغرام مو هذا الحب اللي أتكلم عنه فقط هذا حب نعم لكن أنا نقصده الحب في جميع أنواع العلاقات بل أنه حتى في العلاقة السطحية مع الموظف ما للسوبرماركت مع الحارس ما للعمارة مع من وما كان الحب لما تبدأ أنت تشوف نفسك بطريقة جميلة وتبدأ تحب نفسك رح يصير عندك قدرة عالية على حب الآخرين شلون أنا يقدر أحب نفسي شلون أوصل إلى المرحلة أني أنا أحب نفسي لما يليك طفل عندك في البيت والدك أو بنتك طفل ياهل عمره سنة سنة ونص ويرتكب خطأ معين شون تسوي له اللي تسوي ليه المفروض تسوي مع نفسك إذا أنت ارتكبت خطأ في ناس يرتكبون أخطاء بسيطة جدا ولكن يعاقبون نفسهم عقوبات يعني كأنه واحد مرتكب جريمة قتل ماذا دعوة؟ ولا تأخرت على موعد نص ساعة يعاقب نفسه بل أنه في ناس يشتم نفسه لأنه هو ارتكب خطأ بسيط مثل تأخير على محاضرة أو تأخير على دوام أو مثلا يعني ما انتبه على واحد وما سلم عليه أي أن كان خطأ بسيط يعني حتى لو خطأ كبير أنت ارتكبته طالما أنت واعي في نفسك أنك أنت ما راح تعيد هذا الخطأ فهني لازم تسامح نفسك التسامح مع النفس يؤدي إلى حب النفس إذا تعاملت مع نفسك بهذه الطريقة راح يصيب عندك قدرة على التعامل مع الآخرين بنفس الطريقة وهذه هي طريقة التعامل بالحب حب غير مشروط أنا ما راح أحبك لأنك أنت تتصرف بطريقة معينة هذا اسمه شرط حب مشروط أنا أحبك لشخصك سواء ارتكبت خطأ أو ارتكبت صح سواء أنت تصرفت بالطريقة اللي أنا أشوفها صحيحة أو أشوفها خاطئة بكل الحالتين أنا أحبك يا أخي لأنه ممكن في أي لحظة من اللحظات هذا الشخص اللي أنت رافضه بسبب سلوك سيء هو سواء أو سلوك خاطئ هو سواء يمكن هذا الشخص يعدل هذا السلوك ويصبح أحسن منك عشرين مرة في ناس من كثر ما يعني يتحدثون عن الأخلاق يبدأ عندهم شيء يعني أشبه بالغرور الأخلاقي يعني يشوف اللي يرتكب خطأ معين أو خطأ بسيط يشوف أن هذا أقل منه يشوف نفسه أنه أحسن من هذا الشخص يشوف نفسه أنه مستوى أعلى من مستوى هذا الشخص أنا ما أتنزل وأرتكب مثل هذا الخطأ بل أنك ممكن ترتكب مثل هذا الخطأ وأكثر وبعدين البشر ترى مو بدنا نتحكم فيهم يمكن مو أنت لترتكب هذا الخطأ يمكن واحد من عيالك يرتكب هذا الخطأ وحصلت كنت أعرف شخص دائما دائما يسخر من المدمنين كثير السخرية من المدمنين وأنا أقول لأي ابن الحلال يعني ليش يعني ترى مرضى ناس مرضى يعني يجمعه ويدور الحول بعد سنة يمكن أو سنة ونص ويديك عليه تليفون يقول لي أبيك ضروري وقعدت معاه كان يقول لي أحمد ترى ولدي عنده مشكلة تعاطي بس مو متأكد إذا أدمان ولا مو أدمان قلت لحاضر راح أشتغل معاه واشتغلت معاه بالفعل وعنده مشكلة أدمان فالموضوع مو بيدك أنت لا تشوف نفسك أنت لا تقيس على نفسك أنت ترى أنت اليوم مو بس مسؤول عن نفسك أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن اللي حواليك علشان كذيه لازم نحب الآخرين لازم نتعامل مع الآخرين بحب الحب أني أنا أعترف بوجود مشاعر جميلة ناحية الشخص اللي أنا معاه سواء كان صديق زوجه زوج أخو أم أعبر عن مشاعر الحب يعني أقول شو المشكلة أن أنا دز اليوم مسج حق أمي ولا حق أختي ولا حق زوجتي ولا ولدي ولا بنتي ترى أنا أحبك أموت عليك ترى أنا أحبك أموت عليك وألهان عليك شو المشكلة وهذا الأسلوب يستخدم يبتدون التدريب عليه حق المدمنين المتعافين لما يدخلون برامج التأهيل جزء أساسي من برامج التأهيل يعني من المهام الأساسية هو نشر الحب بينك وبين الأفراد اللي حواليك سواء من المتعافين أو أفراد المجتمع اللي أنت عايش فيه لازم تنشر هذا الحب لازم تعبر عن مشاعر الحب اللي عندك يرجى الانتباه يرجى الانتباه على استخدام هذا النوع من المشاعر يرجى الانتباه بعد الفاصل راح نكمل موضوعنا المتعلق في مشاعر الحب اللي نحتاجها اليوم ونحتاج تطبيقه في حياتنا اليومية خلكم معنا جداً مهم إذا أنت ما عندك الثقافة يعني كان في واحدة عندي تقولي أنا من أسرة ناشفة أسرة مو متعودين على التعبير عن المشاعر أسرة ما عندها ثقافة ألم أمي وأبوسها وألم أبوي وأبوسها وشلون كيبه حبيبي وشلون تشيمه حبيبتي ما عندنا هذه الثقافة داخل الأسرة ثقافة شوية يعني يعني شوية شديدة يعني مو شديدة قصدي قاسية لا ما فيها فيها جفاف من ناحية التعبير عن المشاعر تقولي ابتدأت أنا في نفسي ابتدأت أشوف شنو الطريقة اللي لازم أنا يعني ما كان غرضها تغير أسرتها أبدا أبدا كان غرضها تغير من نفسها شلون أنا ممكن أحس بالراحة من داخلي شلون أقدر أنا أحب نفسي قلت لها شوفي من أفضل الأشياء اللي تخلي الإنسان يحس بالراحة هي المساعدة الآخرين لما الإنسان يساعد الناس راح يحس بالراحة بينه وبالنفسه ويحس بالسعادة بينه وبالنفسه والسعادة تؤدي إلى حبك لذاتك بدت تستخدم هذا الأسلوب مع القراب عليها عيالها بناتها أولادها زوجها بدت تتعبر عن مشاعر وتعبيرنا عن مشاعر الحب للآخرين هو يعتبر نوع من أنواع المساعدة ترى فبدت تتعبر عن مشاعر الحب بدت تطبق ثقافة اللي كانت ما تشوفها في البيت عندها قامت تطبقها في أسرتها الصغيرة مالتها إيهة عيالها تحضنهم تبوسهم تمسك إيد أبوهم جدامهم عشان تنشر هذه الثقافة داخل أفراد أسرتها تقول قمت ألاحظ نفسي أن لما أروح لزوارة ببيت أهلي أستخدم نفس الطريقة مع أخواني ومع أخواتي أستخدم نفس الطريقة مع أمي ومع أبوي ومع مرور الوقت أكثر وأكثر لقيت أن أهما قاموا يستخدمون هذا الأسلوب بينهم وبين بعض تقولي أنا قاعدة أتأمل وأطالق أسرتي اللي أنا ربيت فيها وأنا يعني في الآخر الأربعينات عمري وأنا عرف أفراد أسرتي واحدة واحدة من أخواني وخواتي ما عندنا هذا الأسلوب بالعائلة قمت أشوف هذا الأسلوب متى بدأ لما أنا طبقته مع بيتي أول شيء وما تعمت ولا سعيت أني أنا أروح أطبقه عند أهلي عشان يتعلمونه أبد أن أنا كنت أطبقه عشان أنا أرتاح مع نفسي من علامات حب الإنسان حق نفسه طبعا هذا اللي وصل مرحلة الحب من علاماته أنه يكون متقبل ذاته بأخطائها ويعترف بالأخطاء أولا بأول بمعنى أنت تحس أنك جرحت أحد والأحد هذا قال لك أنت وايد ضايقتني بهالموضوع اللي تكلمت فيه ما في داعي تبرر له وتقول له أنا ترى ما كان قصدي وأنت فهمت غلط وأنت وايد حساس وأنت تكبر المواضيع ما لا داعي تقول له شذي على طول أنا آسف إذا أنا جرحت مشاعرك ليش؟ لأنك أنت عارف أن هذا الجرح ممكن يأذيئه مع نفسه لأنك أنت جربت أنت صاحب تجربة أنت جربت كثرة تنجرح مشاعرك إذا أحد قال لك كلمة بايخة أو زعلك في كلمة أو في حركة أو في نظرة بايخة أنت تعبت على نفسك عشان توصل إلى المرحلة السامية من هذه المشاعر فما ترضاهها على الآخرين لذلك إذا أنت تحب نفسك على طول ستعترف تقول له أوكي أنا آسف حقك عليه والله ما كان قصدي ترى وسامحني إذا أنا جرحت مشاعرك في هذه الحركة أرجوك أنك تسامحني ما فيها تنزل منك ما فيها ذل منك أنت مو قاعد ذل نفسك بالعكس أنت عارف قيمة نفسك مو اعتذارك اللي يقلل أو يزيد من قيمتك لذاتك قيمتك لذاتك أنت اللي تحددها مو الآخرين يحددون لك إياها إيوني بالعيادة ترشعر راسكم يهمهم نظرة الناس أنا أعتذر له أنت غلطان ألا مو غلطان إيه أنا غلطان بس ما أعتذر له ليش ما تعتذر له يا حبيبي أنت غلطان لأن أخوة يعتقد أن قيمتها لذاته هي بالحفاظ عليك برياءة أمام الآخرين لا يا حبيبي ترى هذه مو قوة أنك أنت ما تعتذر لما تتكب خطأ مو قوة أنك أنت لما تكابر على خطأ أنت رتكبتها و لا تعترف فيها هذه مو قوة هذا ضعف دليل على أنك هش من داخل ما في أسهل منها أنه أنا أعتذر برامج التأهيل حق الناس السايكوباث الناس المضادين للمجتمع ترى نستخدم معاهم هذا الأسلوب من أجل علاج تخيل يا جماعة تخيلوا الشخصية المضادلة للمجتمع الشخصية السايكوباثية بمعنى الشخصية العدوانية لترتكب الجرائم نستخدم معاها هذا الأسلوب عشان نعالجه ستقول أن علاج الشخصية السايكوباثية بالتعبير عن المشاعر الراقية الجميلة السامية مشاعر الحب لازم نخلي المريض المصاب بهذا المرض يعبر عن هذه المشاعر وهو يتعلم ما يعبر عنها من الأساليب التي نستخدمها معاهم عشان يعبرون عن مثل هذه المشاعر و يعيشونها حقيقة أنهم يهتمون بكائن آخر مو ضروري يكون إنسان كائن آخر سواء زرعة أو حيوان أليف يربونه و يعتنون فيه علشان يحسون بالألفة يعني حسون أن فيه كائن أهم مسؤولين عنه يطلعون من ذاتهم المريضة و يهتمون في ذات الآخر و ينمون ذات الآخر و يكونون علاقة بينهم وبين هذا الكائن الآخر اللي أهم هتموا فيه سواء كان نبات أو كان حيوان فيرجى الانتباه يا جماعة مشاعر الحب شيء أساسي و ليست مشاعر ضعف ما تعتبر ضعف لما أنت تعبر عن مشاعر الحب اللي عندك يرجى الانتباه ضروري جدا اليوم كثير من الناس ما قاعد يستخدمون و قاعد يغفلون هذا النوع من المشاعر المهمة جدا في حياتنا اليومي و يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر